موسيقى أهلا بكم هاشتاك كلام قاطع يتفاعل في إيران بعد موقف المرشد الإيراني عن العودة إلى الاتفاق النووي ارفعوا الحظر كله وعندما نتفحص نعود لنلتزم وما راجى في الساعات الأخيرة اختراق الإمارات الشبكة القطرية برمتها وفي ألمانيا مصادرة أكثر من 60 مليون دولار لكن الباسفورد مفقود تنديدا بباسفور كورونا احتجاجات وفوضى في الدنمارك وأراء متفاوتة على منصات التواصل عاد الإمام بالنسخة الصينية كشاهد مشفش حاجة ما القصة؟ تابعونا لتشاهدوا الفيديو وغيره من التفاعلات على هذه العنوين وعلى سؤال التفاعل هل يجلب المال السعادة؟ أرحب بك يا غادة في هذه الحلقة الجديدة من أنتم أونلاين لكن البداية من موقف المرشد الإيراني فيما يخص العودة إلى الاتفاق النووي يقول إن من يملك الحق في وضع شرط في الاتفاق النووي هو إيران لأنها أدت جميع التزاماتها لا أمريكا ولا الدول الأوروبية فهؤلاء تخلفوا عن التزاماتهم إن يريدوا أن تعود إيران إلى التزاماتها في الاتفاق فعلى أمريكا رفع الحظر كله عندما نتفحص ذلك ونرى مدى صحته نعود لنلتزم الناشطون على السوشال ميديا غردوا تحت هاشتاغ الكلام القاطع تعليقا على كلام السيد خامينة البداية مع تويت لي ماجد يقول فيها لو تحركت واشنطن بجدية أكبر في اليمن لخلق ذلك انطباع إيجابي لدى طهران وربما تساهلت أما جمال وهو من بين العديد من الناشطين الذين كرروا جملة السيد خامينة رفع كل الحظر وبعدما نتأكد نعود وحسن يقول إن الاتفاق وضع لينفذ وليس للخروج منه ومن ثم نعود إلى دائرة الابتزاز وزيادة الشروط ومن ثم لا ينفذ ونعود لمزيد من الشروط إلى الإمارات فاطمة ومع تحقيق كشفته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية هذا التحقيق يقول إن شبكة تجسس الإلكترونية انشأت في الإمارات عام 2014 أي قبل حوالي ثلاث سنوات من الحصار الذي فرض على قطر كومت بإنشاء شبكة من أجل التجسس على قطر بالإستعانة بمحللين سابقين بوكالة الأمن القومي الأمريكية بحسب صحيفة نيويورك تايمز فأن عمليات التجسس الإلكترونية التي أدرتها أبو ظبي استهدفت أفرادا من العائلة الحاكمة القطرية من أجل إثبات مزاعم بأن قطر تدعم أو تمول جماعة الأخوان المسلمين التقرير لم يركز فقط على التجسس واستهداف قطر وإنما ركز تحديدا على فكرة الضعف في الأمن السيبراني الأمريكي لأن أمريكا لم تكن على علم تحديدا بأن وكلاء ومحللين سابقين بوكالة الأمن القومي الأمريكية محللين عملوا لدى هذه الشركة دون علم الولايات المتحدة بالطبع هذا الموضوع كان من أبرز ما ضجت به وسائل التواصل الاجتماعي لكن نحن اخترنا هذه المراجعة لهارفورد في عام 2020 تقول هذه المراجعة دخل العالم على ما يبدو حقبة جديدة من الهجمات الإلكترونية على الرغم من وجود عقود من الفيروسات والخروقات وأشكال أخرى من الهجمات فقد شهد العام الماضي زيادة في تطور الهجمات الإلكترونية كما تكمن المشكلة التي تواجهها معظم الشركات في تحديد مقدار الأمن الإلكتروني الذي تحتاجه إلى فلسطين المحتلة سنشاهد معا في هذا الفيديو فاطمة كيف كوموا مستوطنون بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي بمهاجمة مزارعين فلسطينيين في أحدى البلدات بقضاء رمال لنشاهد معا في مينمار وبعد الانقلاب العسكري الذي جرى منذ أيام وما تلاها من توقف في شبكة الإنترنت بدأت الخدمة تعود تدريجيا في مينمار خرج المتظاهرون حينذاك يتظاهرون ضد هذا الانقلاب ومن ثم كان هناك حركة على وسائل التواصل فقام الجيش بحظر الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي وقطع في الأول من شباط فبراير تقول هذه المغردة يعني عاد المغردون تدريجيا للتغريد ونشر الصور والتفاعلات تقول هذه المغردة تنتشر أخبار كذبة تقول أننا نحتاج بسبب قطع الإنترنت لا نحن نحتاج بسبب الانقلاب العسكري وللإفراج عن رئيسنا ومعتقلين آخرين تقول أنهم يريدون الديمقراطية كان هناك نشر لفيديوهات وصورها على الرغم من هذه التطديقات التي فرضت على المحتجين والناشطين على السوشيال ميديا تم رصد الكثير من الحسابات التي نشرت صورا للتظاهرات مع هاشتاغ ماذا يحدث في ميانمار التي شهدت انقلابا منذ بضعة أيام انقلاب عسكري وقد جرى اعتقال عدد من قادة البلاد هناك وهذه السحفية شون ناين نشرت هذا الفيديو نتابع عن الانترنت والعالم الافتراضي ولكن في سياق منفصل بعيد عن الاحتجاجات النيابة العامة الألمانية فاطمة قامت بمصادرة أكثر من 60 مليون دولار من عملة البيتكوين من هاكر أو ما يسمى بشخص محتل إلكترونيا ولكن هناك مشكلة واحدة فقط أن هذا الهاكر أو المحتل رفض أعطاء الباسورد للنيابة العامة كي تتمكن من تحرير هذا المبلغ الكبير والضخم حكم هذا الشخص بيستجن لمدة أكثر من سنتين مع الإشارة إلى أن عملة البيتكوين هي عملة إلكترونية اخترعت أو انشئت عام 2008 وفي الأمينة الأخيرة تشهد قيمة هذه العمرة ارتفاعا كبيرا في السوق العالمية يتصل قيمتها تقريبا إلى حوالي 40 ألف دولار أو أكثر حتى كان هذا الموضوع محط سخرية لدى المغردين مايك يقول طالما أن الشرطة لم تتمكن من الحصول على الباسورد لاسترداد المال فذلك يعني أنه لم يتم مصادرة شيء فعليا بينما هذا الناشط يقول في حالة البيتكوين الدولة لا تستطيع مصادرة أموالك البيتكوين يجذب الانتباه ليس فقط من قطاع الأعمال يقول هذا الحساب ولكن السياسة والقضاء أنه أكثر جاذبية من أي وقت مضى بالفعل الموضوع مصير للجدل بالحديث عن المال هناك دراسة لفتتني بالأمس دراسة صادرة عن جامعة كاليفورنيا تشير إلى أن المال ليس مهما لتحقيق السعادة مثل عوامل أخرى كالصحة والدين والأسرة يبدو أنه ليس الكثيرين يوافقون هذا الرأي التعليقات والتفاعلات صبت أيضا في هذا الإطار هجوم على هذه الفكرة بأن المال لا يجلب السعادة بالطبع هو يجلب السعادة بالنسبة للكثيرين وهو أهم من كل العوامل الأخرى إذا وزعنا العوامل كمراتب يقول محمد رضا تعليقا على البوست على فيسبوك نعم المال والبنون زينت الحياة الدنيا لكن يجب أن لا ينسينا المال عبادة الله يوسف يقول من الغباء أن ننكر العامل المادي للسعادة أيضا عمار يقول أن الصحة كنز لا يفنى يمكن أن تكون سعيدا وأنت فقير أما المرض فلا يمكننا عنده أن نرى أي سعادة فادي الحسن يسخر ويقول أن المال وسخ الدنيا لكنني مللت من العيش نظيفا تفاعلات أخرى أيضا تصب في إطار المزح وفي إطار أيضا التعليق على أهمية المال في إيصالنا إلى السعادة المطلوبة هذه الإجابات التي ذكرتها أتت تعليقا على السؤال التفاعل الذي طرحناه بالأمس ولا تزال التعليقات السؤال هو في رأيك كيف يستطيع الإنسان الوصول إلى السعادة وهل المال هو عامل أساسي بالإضافة إلى تعليقات فيسبوك هناك تعليقات على منصة التويتر أيضا مثلا جو يقول ميني اللي قال المال ليس مهما يعني نحن بوقت المال هو كل شيء أما هلا بدورها كتبت على أيام جدودنا كان من الممكن تحقيق السعادة مع قلة المال ولكن في هذه الأيام المال جزء من السعادة وليس السعادة بحد ذاتها وتعليق آخر لهذه الناشطة تقول السعادة هي في راحة البال والقناعة ربما تختلف المصطلحات ولكن هناك من يعتقد أن القناعة والسلام وراحة البال هي السعادة كنز لا يفنى يعني وجهة نظر البعض أنه مستعدين يكونوا حزنين لكن بين يديهم الأموال سنتابع بقية مواضيع أنتم أونلاين لليوم لكن بعد هذا الفاصل أهلا بكم مجددا إذن غاد عام على وفاة أول طبيب سني حذر من فيروس كورونا كان هناك تفاعل كبير على المنصة صحيح ألاف الناشطين على السوشيال ميديا تفاعلوا مع الذكرى السنوية الأولى لوفاة هذا الطبيب الذي كان هو أول طبيب حذر من فيروس جديد في العالم هذا الطبيب يدعى لي وينلي يانج الناشطون توجهوا له بالشكر مثلا هذا الناشط على تويتر وهو طبيب أيضا يقول أتوجه بالشكر إلى الطبيب لي على ما فعله من تحذير حول فيروس كورونا كان قد توفي هذا الطبيب بعد إصابتها منذ حوالي عام بفيروس كورونا بعدما كان هو من يقوم بمعالجة المرضى المصابين في مدينة وهان التي تحولت في وقت لاحق إلى مدينة أشباح جراء الفيروس استيفان يذكر بي أنه اليوم الذكرى السنوية الأولى لوفاة الطبيب يقول أنه قام بتنبيه زملائه إلى احتمال تفشي السارس في 30 ديسمبر 2019 ثبت لاحقا أنه مرض جديد كوفيد 19 توفي بسبب نفس المرض بعد شهر بقليل في السابع من فبراير 2020 كان عمره 33 عاما أيضا تكريما لذكرى رحيل الطبيب قام أفراد بوضع الزهور أمام مدخل المستشفى الذي كان يعمل فيه في مهان استذكارا لهذا الطبيب وأحياء لما فعله في تلك الفترة الناشطون أيضا على السوشيال ميديا تداولوا ما تعرض له الطبيب في ذلك الوقت عندما حذر من فيروس جديد لا يعلم عنه أي شخص وأشار إلى أن الشرطة في ذلك الوقت في حينها بعثت له برسالة تحذره من أن يقوم بقول أو بالإدعاءات كاذبة بدورها الطبيب قام في ذلك الوقت بنشر الرسالة التحذيرية على حسابه على تطبيق بيبو الصيني الكثير من الاعتراضات في الكثير من البلدان على استمرار الإغلاق وإجراءات احتواء فيروس كورونا بدأت في الكثير من البلدان منها لبنان منذ أيام وأيضا اليوم الكويت تطلق هناك حملة على السوشيال ميديا حملة لن نغلق في إطار جهود مكافحة الفيروس قبل أيام كان هناك سلسلة من الإجراءات في الكويت ومن بينها إيقاف العمل في الأندية الصحية ومحلات الليناية الشخصية أي مثل الصالونات ومحلات الحلاقة والمنتجعات هذا الإجراء تحديدا هو ما أثار غضب المواطنين ونظموا احتجاجات شارك فيها عدد من النواب وأعربوا عن انزعاجهم على السوشيال ميديا كان هناك هاشتاجات لن نغلق وأيضا اعتصام السلونات والنوادي ناصر يقول في هذا التغريدة لا أعلم ما الجديد الذي سيقدمه مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة بعد سبعة أشهر من هذه الكلمات التي أكد فيها أنه يحس بأصحاب أو يشعر بأصحاب المشروعات الصغيرة ولا يدري من سينقذ الكويت من كوارثها الاقتصادية التي تعصف بها من دون مجلس الوزراء ولا قوة قرار أو رؤية البلد تمشي على الطريق الخاطئ أيضا كان هناك فيديو لداود معرفي وهو رجل أعمال كويتي شارك في أحدى التظاهرات نشاهد معا ما ذكر من بين أطلاق التعليقات أيضا على موضوع الإغلاق هذا الحساب يقول لن نغلق ويطالب بإغلاق المطار مطار الكويت بدلا من تسكير المحال التجارية قائلا أن المشكلة تكمن في فتح المطار في حين أن الدولة تحمل المسؤولية للمواطنين بسبب انتشار فيروس كورونا أما هذه الصفحة تسأل أين الأشخاص المدافعين عن الشباب والمشاريع الصغيرة لماذا لا تقف معهم وتحتاج حول هذا الأمر منصات التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي هو مساحة للدعوات إلى الإغلاق ولسيما في مثل حالة الكويت وأيضا الدنمارك شهدت دعوة من قبل مجموعة تسمى من إم بلاك تنظم تحركات منذ أكثر من شهر هذه صفحتها على فيسبوك التي دعت فيها إلى تظاهر مقابل البرلمان احتجاجا على ما قالوا إنه ديكتاتورية احتواء فيروس كورونا في البلاد وفي وسط درجة حرارة متدنية جدا خرج المئات إلى الشوارع في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن تظاهر احتجاجا على إجراءات مكافحة كورونا التي اتخذتها الحكومة بما فيها وهو الأمر المثير للانتباه والجدل باسبور أو جواز كورونا ما هو هذا الباسبور؟ هو وثيقة يتم التخطيط لتنفيذها في دنمارك وثيقة إلكترونية تثبت تلقي الأشخاص للقاح المضاد لكوفيد-19 مخصصة للسفر هم مجبرون على أخذها تعتبر المنظمة أن هذا الأمر هو يحد من حرية الحرية الفردية في البلاد التي تعتبر الدنمارك هي دولة ديمقراطية اجتمعوا أمام البرلمان وأيضا عبروا عن دعمهم لحرية الاختيار ولهذه الإجراءات وأيضا لإقالة وزير رئيس الوزراء طالبوا أيضا بسجنه لتنديدهم بالإكراه الذي قام به أيضا انتهت هذه التظاهرات بفوضى ومشاكل مع الشرطة واعتقال عدد من الأشخاص هذه التظاهرات انتشرت على السوشيال ميديا وتحديدا على فيسبوك من بين التعليقات سنقرأ سريعا كاتيا قالت أنها تشعر أن الحكومة تصادر حقوق الإنسان الخاصة بنا وتقول هذا ما يفعلونه يفعلونه عفوا ضد الدنمارك الحر من هذه التعليقات أيضا على فيسبوك يقول هيل أنه يستغرب من تصرفات الناس في هذا الإطار ويقول أنها تصرفات أغبياء وساذجين تماما أما ماريا فقد وجهت كلامها إلى المتظاهرين قائلة أن أنتم تفكرون في أنفسكم فقط ولا تفكرون بالأطفال وكبار السن الذين ممكن أن يموتوا لا تفكروا بمتعتكم لقد أغلق العالم بأسره بالانتقال إلى الفيديو المفضل لدي اليوم لدى البحث اليوم كان هناك فيديو لفتاة صينية قامت بتقليد عاد الإمام الزعيم عاد الإمام في شخصيته في شاهد ما شفش حاجة شخصية سرحان عبد البصير قالت أنه استغربت أنه أحد أصدقائها يضحك بكثرة على هذه المسرحية فقررت أن تقوم بتقليد عاد الإمام نتابع سادر توقش أبي بس هشرب حيان لا يا عمى بس هشرب حيان مرحباً أصدقائي العرف معكم آسيا يشرفني قيام بتقريد قطع كلاسيكية من مسرحية لفنان قدير لربما يحفظها بعض منكم بظهر قلب تعرفت على هذا الفنان رائع لأمر مرة من أحد أصدقائي حين رأيت أنه لا يتوقف عن ضحك عند مشاهدة مقاطع عاد الإمام بعد هذا الفيديو بالمناسبة بس غادة هي تقلد أكثر من شخصية عربية وجدت لها على قناتها على يوتيوب أيضاً ياسر العظمي الممثل السوري ربما في حلقة مقبلة نشاهد أحد حلقات مرايا لكن بالصيني فكرة غريبة شوي نعود إلى القرى الأوروبية وتحديداً فرنسا حيث انتشر فيديو للرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء السلوفاكي أمام قصر الأليزي وقد ظهر ماكرون في هذا الفيديو وهو يحمل المظلة لرئيس الوزراء السلوفاكي رافضاً أن يحملها أي شخص آخر رغم المحاولات المتكرلة لأخذ المظلة من ماكرون العديد من الناشطين تداولوا هذا الفيديو بين مرحب الخطوة التي قام بها ماكرون وبين منتقد له هذا الفيديو انتشر منذ بضعة أيام ولكن حتى الآن التفاعل لا يزال واسع على هذا الموضوع سنبدأ مع هذا الحساب ويقول الأخبار الآن تدور حول حملة ماكرون هذه المظلة أليس لدينا أي أخبار سيئة أخرى للإبلاغ عنها تقول هذه المغاردة بأن هذا الأمر جيد يسخر يبدو لا يزال يرفض ماكرون الاعتدار عن مقتل حوالي 400 جزائري عام 61 لكنه حمل مظلة لرئيس وزراء سلوفاكيا هذا أمر لطيف أندرو يسأل أين الكيمامات هذا لفته في هذه المشاهد أما هذا الناشط فرأيه أنه هكذا تبنى العلاقات الدبلوماسية إلى أمريكا وتحديدا مع شهر Black History Month أو الترجمة الحرفية شهر تاريخ السود هذا الشهر يخصص لذكرى متعلقة بحياة كل من هم من ذوي أصول أفريقية وما مروا به من تجارب تتعلق بالعنصرية والاستعباد على مر العصور يحتفل بهذا الشهر من أجل تكريم هؤلاء والتأكيد على تكريس مبدأ المساواة والغاء العنصرية في هذا العصر اختير هذا الأسبوع تحديدا فاطمة من شهر شباط للإحتفال به لأنه يتضمن ذكرى ميلاد شخصيتين أمريكيتين وهما الرئيس الأمريكي السابق أبرهام لينكون وأيضا فريدريك دوغلاس المؤيدان والذين دفعوا بشدة عن مبدأ الغاء العبودية بهذه المناسبة طبعا لن ننسى الحديث عن مارتن لوثر كينغ وخطابه الشهير I have a dream أو لدي حلم هذا الخطاب الذي حمل هذا العنوان الذي ألقوها عام 1963 أثناء مسيرة في واشنطن للحرية عندما عبر عن رغبتي في رؤية مستقبل يتعايش فيها السود والبيض على حد تعبيره بحرية ومساواة وإلغاء كل أشكال العبودية على هذا الهاشتاغ أيضا غرّد تشاك شومر السناتر الديمقراطي على صفحته في كل يوم خلال هذا الشهر سأكرم إنجازات ومساهمات العديد من الأمريكيين الأفارقة الذين ساعدوا في تشكيل ثقافة نيويورك وتاريخها لذلك يختار شخصية كل يوم للحديث عنها على تويتر ويدعو المتابعين كذلك إلى هذا الأمر بيانكا تقول تنشر هذه التغريدة من ضمن مغردين بدأوا ينشرون صورا لمغنيات وعارضات أزياء أيضا لرياضيين كان لهم مكانة مميزة في المجتمع أيضا من بين الأشخاص المميزين في المجتمع هذه السيدة تدعى كاثرين جونسون وتذكر اليوم باعتبارها واحدة من ألمع نجوم النازة الذين حطموا الحواجز ومهدوا الطريق للأجيال القادمة إضافة إلى شخصيات أخرى في مجالات عدة لم يبقوا أمامي سواء التسكير بالسوشيل ميديا والدخول إلى موقع المايدين داتنات باللغة العربية المزيد من المواضيع المكتوبة وفيديوهات ألغو وموقعنا باللغة الإسبانية ومنصات تواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام وأيضا الشانل على واتساب وتليجرام صحيح لكل جديد لكل جديد شكرا لك غادة شكرا للمشاهدين الكرام على حسن المتابعة موعدنا يتجدد غدا في نفس الوقت الخامسة والنصف بتوقيت القدس الشريف إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر